من أين يبدأ مسار التصحيح اليوم؟ التصحيح هي مسألة واردة ودائمة وثابتة في التاريخ البشري ليس هناك حقبة بدون التصحيح ثم يأتي التصحيح لأنه تبين أن هناك خطأ العول ما هي مسألة قديمة جدا منذ بدأت الملاحة تجوب العالم بأكمله منذ كريستوف كولومب وغيره وماجيلان ولكن أخذت أنواع جديدة ومتطورة ومتقدمة المسألة ليست أننا كنا في نظام بدون عولمة ثم صرنا في العولمة ثم الآن نريد أن نخرج من العولمة العولمة هي شيء طبيعي ولكن محتواها يختلف وتحول ما ننظر إليه الآن وماذا اكتشفناه بعد جائحة كورونا وتجمد العالم لإنقاذ البشرية يجب أن نتذكر ذلك أن الاقتصاد العالمي آثر أن ينقذ الحياة عن الدورة الاقتصادية وهذا شيء مهم لم يكن هناك تضحية بالبشرية مقابل النمو الاقتصادي وهذا ننسى أن نقوله دائما ويعني أن هناك ليس المال الذي يتحكم في العالم دائما بل هناك ناس يفكرون أن الحياة البشرية هي آم ولكن بعد ذلك أتت لا أقول الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية ولكن يجب أن نسمي الأشماكة ما هي بهذا الغزو الروسي على أوكرانيا وتغيير النظام العام الدولي على شكل محاولة في هذه المرحلة وهذا جعل أن العالم توقف عند هذا التغيير الكامل لأن العالم كان قبل تحكمه القوة إلى أن أتت الحرب العالمية والتي القوة كانت هي المصدر الأساسي للاقتصاب الحقوق أي الغزوات وهو كان هذا هو ماضي البشرية ثم بعد الحرب العالمية وكل هذه الأموات والملايين من الضحايا اتفق العالم على أن يتغير وأن يكون مبني على القانون الدولي الذي يحترم فيه سيادة الأوطان ثم سيادة الشعود ثم سيادة الأفراد ومن هنا تطور كذلك العالم اقتصاديا بدأت تزيح الحدود وبدأت التحرك في العالم يكون أكثر كثافة وصار نمون اقتصاديا أكبر ولكن لما تغيرت المعطيات بهذه الغزو الروسي على أوكرانيا أو غزو بوتين لأوكرانيا تفتن العالم أن هذا الاتفاق الذي بني على نظام عالمي مبني على القانون الدولي تغير بشكل تعسفي من جهة واحدة وتفتن أنه مثلا روسيا هي التي تتحكم في الطاقة والطاقة في أوروبا هي المكون الأساسي للإنتاج الصناعي والدورة الاقتصادية وبذا تغيرت الأمور وهو هي ليس هناك تعديل في هذه المسألة وسيبقى التعديل المستمر إلى أجد الاستقرار الكافي وهذه فرصة كبيرة لإعادة النظر في عدة مسائل للمسلحة العامة